بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي رؤسكم السلام عليكم العرشرف المرسلين اللهم علينا ونفعنا ونفعنا بما علمتنا انك انت عليم الحكيم لما حضرتك تبقى محتاج تدخل علي الانترنت سواء من التلفون الخاص بحضرتك او من اللاب معك رقم السري الخاص بالشبكة فبتكتب الرقم وبدوضغط على اتصال او connect فيوما يتم عملية الاتصال وحضرتك بتصفح الانترنت اللي بيحصل عشان تصفح الانترنت ماينفعش حضرتك تدخل علي الانترنت او جهاز سواء بقى لاب او كمبيوتر او تليفون يتصل بالانترنت بدون الحصول على اي بي والاي بي ده هو العنوان الخاص بالجهاز على شبكة الانترنت وطبعا هنتكلم ان شاء الله عن الاي بي وكل ما يخص الاي بي في حلقة منفصلة غير حلقة النهاردة ولكن النهاردة عايزين اني اعرف ازاي بيتم الحصول على الاي بي ده وهل انا اقدر اتحكم من خلال الراوتر او الاكسس بوينت بالاي بي ده او اتحكم بالمستخدمين الموجودين او المتواصلين بالراوتر ده من خلال الاي بي هات دي وازاي اقدر اتحكم فيها او اغيرها او اتحكم في العدد الخاص بها على الاكسس بوينت بتاعي ده اللي ان شاء الله هنشرعه بتفصيله النهاردة ازاي تقدر تحمل راوتر بتاعك او تتحكم في الراوتر بتاعك من خلال الدي اتشي سي بي البروتوكول الخاص بتعيين الاي بي هات بشكل افتراضي او تلقائي للتليفون او كمبيوتر او اي حاجة هتتصل بالانترنت هنعرف ازاي الكمبيوتر او التليفون الخاص بحضرتك بيتصل بالراوتر من خلال الدي اتشي بي وهندخل على الراوتر ان شاء الله ونعرف ازاي نقدر نتحكم في الدي اتشي بي وبنعمل اي بي واي هي المميزات او الخصائص الموجودة اللي انا اقدر اتحكم فيها من خلال الراوتر الدي اتشي بي هو اختصار لديناميك هست كونفجريشن بروتوكول وزي ما انا هو بروتوكول يعمل على تعيين اي بي بشكل تلقائي للاجهزة سواء بقى تليفونات او كمبيوتر او لابات المتصلة بالرواتر او اجهزة الاكسس بوينت طبعا دون تدخل منك يعني لما بتجي تدخل على الانترنت تليفون اللي انت داخل بي على الانترنت بياخد اي بي مش انت اللي بتعيينه يتم تعيينه تلقائيا عن طريق البروتوكول دي اتش سي بي وبرضه هنرغب ازاي تختار اي بي بشكل منول بشكل يدوي وتكتب الاي بي اللي انت عايزه للجهاز بتاعك سواء برضو لاب او كمبيوتر او تليفون ما اللي بيحصل حضرتك لما بيكون معاك تليفون وعايز نحن تتصل بشبكة ما انت معاك الباسورد الخاصة بها كل بساطة بتكتب الباسورد وابتضغط على الانترنت ونحن تطبق صديق عق perdu المشوية إنه ليس كفاى عشان تتصل بانترنت هنالتليفون الاختراك ياخد اي بي عشان تقدر او Bernard شخص الإي بي حضرتك راوتر محضواص يقوم التليفونpling بيبعت حزمة بينات تدورة على سيرفر DHCP هؤسفر دي اتش جديك بي يبقى موجود فيها عنوان لديك ادرس الخاص بالتليفون بتاع حضرتك علشان الدي اتش سي بي زي ما انت فقنا هو اللي حدي للتليفون ده الاي بي الخاص بي اللي حيمكنك من الدخول على الانترنت بكل وساطة لما سيفر الدي اتش سي بي بي بيستقبل هذه الحزمة من التليفون بتاعك بيبعت للتليفون الخاص بيك الرد بقى بيقول له انا استقبلت منك البيانات اللي انت بستها ان انت عايز اي بي فانا هبعت لك العروض اللي عندي بيعمل حاجة اسمها دي ايش سي بي اوفر حزمة بيانات برضو بتتبعت من الراوتر للتليفون الخاص بحضرتك علشان تقول له والله انا باعرض عليك الاي بي رقم كذا وحاجة اسمها سابنيت ماسك رقم كذا ووقت التأجير وهنعرف دلوقت يعني ايه وقت التأجير او وقت الايجار بعد كده بيحصل رد من التليفون الخاص بحضرتك على الراوتر بعد ما بعت له البيانات بيقول له والله انا اخترت الاي بي كذا ووقت الايجار او التأجير كذا بعد كده اخر مرحلة وهي مرحلة التأكيد او التأكد ان الراوتر بيتأكد انه التليفون بتخص بحضرتك اختار البيانات بشكل صحيح وبيعمل له عملية اختوار على هذه البيانات ويو نجح هذا الاختوار بيتم اتصالك بالانترنت ده بيحصل في اجزاء من الثانية عشان كده محدش بيحس بالكلام ده كله احنا ليه بنشرح الكلام ده احنا بنشرح الكلام ده علشان الناس اللي عايزة تستفيد من المعلومات الخاصة بالده اي بي وازاي بيتم عملية انه احنا قلنا من شوية انه هو مسؤول عن اعطاء اي بي بشكل تلقائي يعني مش حضرتك اللي بتختار الاي بي طيب حيفيدني في ايه ما نعرف المعلومات دي علشان لما يحصل مشكلة اما او التليفون او كمبيوتر او في الراوتر انه ما بيقراش اي بي هات او حصل مشكلة اما انه فشل الحصول على اي بي والرسالة اللي كنا نشوفها دي يبقى تأكد انه الدي اتش سي بي في مشكلة اما عشان كده احنا بنقول يعني ايه دي اتش سي بي وايه وظيفته دخلت على راوتر خاص بيك من خلال اي بي المعروف الخاص بالراوتر 192.168.1.1 وضغطت على نيتورك وضغطت على دي اتش سي بي سيرفر هتلاقي قدام حضرتك طبعا اول اختيار ده اللي هو دي اتش سي بي سيرفر وقدامها تشيك لو عملت تشيك فيها هيبقى انت فعلته ولو شلت تشيك منها يبقى حضرتك لغيت الدي اتش سي بي سيرفر او عطلت الدي اتش سي بي سيرفر على السيرفر خاص بيك وبكده هيبقى حضرتك مجبر تحط اي بي هات بشكل يدوي بعد كده عندك دي اتش سي بي ستارت اي بي ادرس و دي اتش سي بي اند اي بي ادرس وده اللي لسه يليم من شوية حضرتك بتقدر تتحكم في عدد الاجهزة المتصلة بالراوتر من خلال حاجتين اما من خلال اعدادات الواي فاي الخاصة بحضرتك او من خلال الدي اتش سي بي سيرفر انك بتحط الرنج يعني الرنج 192.168.1.2 الاي بي هات عندي بتبتدي من اتنين لانه واحد واحد ده اي بي الراوتر لحد 192.168.1.254 يعني انا بسمح بكل هذه الاي بي هات من اتنين لحد 2054 اي بي يقدروا يتصلوا بالراوتر الخاص بي طيب لو انا عايز بس 10 اي بي هات بس اللي يخرجوا من الراوتر يعني 10 اي بي هات فقط يتصلوا بالراوتر بقول له انا عايز الاي بي هات من 192.168 من 192.168.1.2 مثلا يبقى انا كده خدت 10 اي بي هات مثلا 11 اي بي 12 اي بي حسب ما انا محتاج وبقى انا كده خطوات الرنج اللي بينهم يعني ما يقدرش يتصل اكتر من 12 جهاز في نفس الوقت على الراوتر ده من خلال تحديدي للرنج معين بداية من كذا ونهاية من كذا زي ما احنا شايفين عندي حاجة مهمة جدا اللي هي list time او وقت الايجار او وقت التأجير عشان لو شفت في بعض المواقع بعض الشروحات بيطلقوا عليها او بيسموها وقت التأخير وهو الاسم العلمي بتاعها هو وقت الايجار او التأجير مش التأخير ليه بقى لان كل اي بي احنا قلنا حضرتك من شوية لو انا ادخل على الانترنت بدخل من خلال التلفون او خلال الكمبيوتر بعمل اتصال على الراوتر اللي هو الكوننكت بيحصل العمليات اللي احنا شرحمها من الراوتر والتليفون علشان ياخد الاي بي بعدك بتحصل على اي بي عشان تدخل على الانترنت زي ما احنا قلنا طيب هل الاي بي ده بيفضل ثابت معاك لو انت فضلت مشغل النت كده ثلاث ايام او اربعة ومفصلتش الواي فاي من التليفون هل بيفضل التليفون محتفظ بالاي بي ده اربعة ايام؟ لأ طبعا عندك حاجة اسمها مدة التأجير يعني مدة احتفاظ التليفون بالاي بي اللي هو خده وفي الغالب بتبقى تقريبا 24 ساعة بعد مدة التأجير تخلص بيحصل التليفون الخاص بحادثتك على اي بي تاني او نفس الاي بي بس لازم بيحصل عملية تجديد لان الاي بي ده وقت التأجير بتاع 24 ساعة بعد ال 24 ساعة ما بيخلصه بيحصل على اي بي تاني غير الاي بي اللي كان موجود معنا طيب حاجة مهمة جدا خاصة بالحماية لو حضرتك عطلت دي اتش سي بي وجيت تتصل بالرورتر حضرتك مش هينفع تتصل بالرورتر نهائياً لاني احنا قلنا عشان تدخل على البلد لازم تاخد الاي بي فاي بي منه الي هيدكل لك الدي اتش سي بي سيرفر طيب لو انت عطلت الدتي اتش سي بي سيرفر هتاخد it from what? لو حضرتك عطلت دم اللي انت хأتخد الدي اتش にتفكب من الراوتر مفيش حد هيقدر ايدخل على البلد الا الناس الي فاهم طبعا الدي اتش سي بي متعطل لان اي حد حاول يتصل بالانترنت من خلال روتر خاص بحضرتك ومعه الباستور مش هيقدر الجهاز بتاعه ياخد اي بي فمش هيفتح معه انترنت بشكل نهائي وغالبا الرسالة اللي بتطلع جاري الحصول على اي بي تفضل شعورة بعد كده فشل الحصول على اي بي لان اصلا السفر المسؤول عن انه بيدي للتليفون بتاع حضرتك اي بي انت عطلته انا صاحب الشبكة ادخل ازاي بقى على الروتر عن طريق ان انا بدي للتليفون او كمبيوتر اي بي بشكل اي لاوي زي ما هنشوف دلوقتي تدخل على الشبكة اللي حاضرتك متواصل بها بتضغط عليها وبتطول شوية وبعد كده بكل بساطة بيطلع لك الرسالة التالية فتضغط على موديفاي نتوور كونفيج وبعدين بتنزل تحت اضغط على او تعلم على بعد كده بتنزل عند الخطوة الخاصة بتغيرها من دي اي بي الى بتنزل تحت طبعا قدامك بتغيره بس طبعا بتسيب يعني بتسيب واحد ساعتين وتواعت ساعتين من دوت واحد وبعدين بتغير الرقم اللي انت عايزه بتكتب مثلا تلاتين زي ما احنا عاملنا وبتنزل تحت على خطط بتاعت الدي ان اس وان وتوب بتغيرهم براحتك لو انت عايز تغيرهم ويفضل انت بتغيرهم لو فيهم مشكلة في الانترنت وبعد كده بتضغط سيف وبتروح بعد كده بتجرب الاتصال بالشبكة ان شاء الله هتلاقي الشبكة اتصلت معك بكل بساطة يا رب بكون موضوع سهل ووسيط وصل لكل الناس لو انت عندك اي اقتراح او اي استفسار او اي معلومة هتضفها لا تترد ان اكتبها في كومنت واحنا كلنا هنرد عليكم نتناقش معاك ولو انت مشترك في القناة مشترك في القناة فعل الجرس عشان نوصل لكل جديد بنرفع على القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته